نومين بنسمع كلام على السوشيال ميديا يعني متواتر وكتير قوي الفترة دي انه فيه ايجابية لعينة بعض لعبي الزمالك بعد لقاء السوبر الافريخي امام الاهلي وتحديدا الناس كانت بتتكلم على اسم اتنين لعيبة لا يصح ان احنا نقع في الغلطة دي ونقول اسامي ولكن بما انه الكلام ده بقى كتير قوي على السوشيال ميديا فاحنا بحسنا ومبارح لما كان معنا السيد احمد سالم متحدث باسم نديس زمالك سألنا له هل فيه اي عينة ثبت ان هي ايجابية قالك الكلام ده مش موجود وما فيش اي حاجة وما فيش اي حاجة في اي حاجة سألنا المهندسة شام نصر في اي حاجة قالك برضو ما فيش اي حاجة في اي حاجة النهاردة لقينا محمود بن تايك المدافع المغربي بصفوف الزمالك واللي قدم اللقاء فوق الروعة وكان واحد من اهم نجوم لقاء السوبر الافريقي مع ناديس زمالك منزل بيان طويل عريض او ستوري يعني بيتكلم فيها لو نعرضه جماعة بعد اذنكم يكون معنا على الشاشة بيتكلم فيها انه الكلام ده مش مظبوط وان الناس تدع تحرط دقة وبعين انا بصراحة جماعة ما بفهمش يعني انا ببقى متفهم جدا بحكم المهنة وبحكم الشغل انه ساعات بيبقى في اجتهادات كلنا بن اجتهد قد نصيب وقد نخطئ لكن الحتة دي تحديدا بتاعت المنشطات دي دي ما فياش اجتهاد دي ما فياش اي اجتهاد ما فياش اي نوع من اجتهاد لان انت بتتكلم على لعيب ده اكل عيشه دي صحته اكل عيشه وكم الضغط النفسي والعصبي اللي هو ممكن يقع فيه جراء الزج باسمه ان عينته ايجابية ده ممكن يتدمر نفسيا هو واهل بيته والدته والده ومراته وعياء يعني فده ما ينفعش فيه الاجتهاد يا ام عندي معلومة او مش معلومة فيه بيان رسمي طلع يا ام ما فياش عشان كده في القصة بتاعت رمضان صبح لو تفتكروا طلعنا وانتخدنا اللي حصل برمته من الالف الى الياء لان ما كانش ينفع ولا صح ولا اصلا ينفع ان انت تقول اسم طالما منزلش بيان رسمي بعقوبة اصلا لان حتى العينة لما بيطلع من المعمل للاتحاد الاتحاد يعني اللي علاقة بالبلد اللعب ده بيتباحة بتبقى سيريال نومبر يعني حتى بيقاش فيها اسم حفاظا على السرية وحفاظا عنده مستقبل لعيب وصمعة لعيب واسم لعيب